ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرفع الله البلاء والغلاء عن الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا وأن يشفي كل مريض يتألم وقال لا يحرمنا أبدا من أحبابنا رب العالمين طبتم أينما كنتم وطبط أوقاتكم كابسولة جديدة من حكاوي شوفنا الرجل المعتوه ده شوفنا الرجل الخنكة الخلل اللي دماغه رايحة في البيباي ده وللأسف ما يقال عنه أنه هو كان مرشح لرئاسة القوى الضريبة في عمق البطيخة القرى الكوكب الزفت الهباب على دماغه يعني تخيلوا لما واحد بهذا العتة من ضمن المرشحين يعني واللي ما يتخيروش عنه يعني اللي هما في الأول وفي الآخر كلهم شبه بعض يعني ده بيمثل عقلية المرضى بانعدام الهوية بمكروب أو فيروس انعدام الهوية وفقدان أو انعدام التاريخ وفقدان الهوية ويعني عقدة النسب والأصل والحاجات اللي احنا فاكرينها وعارفينها دي كلها بيتكلم بيقول إن الملك شيشنق اللي هما بينطقوا اسمه خطأ لحد النهاردة وبقولوا عليه شيشناق هو اسمه شيشنق وأحيانا يقال عليه شيشاق يعني لكن هو الاسم المتعرف عليه وطبقا لترجمة اللغة الهيرغولفية وما وجد فيها شيشنق هو بيقول إن شيشنق كان ملك في امبراطورية اسمها جايا ودي كانت في مدينة تلمسان وشيشنق حزم رمسيس الثالث في مصر وأخذ الحكم وأخذ زوجة رمسيس الثالث وطبعا الكلام ده كان فيه تسعمية وستين قبل الميلاد وكون الأسرة التلاتة وعشرين وكان فرعون الأسرة التلاتة وعشرين في مصر وإن دويلة قرقبيان العظمة الهباب الزفتة على دماغهم احتلت مصر مية وعشرين سنة يعني عايز يقول إن دويلة الجزائر قائمة منذ قبل التاريخ يعني موجودة من قبل التاريخ واحتلت مصر مية وعشرين سنة طيب تعال لي يا هبل بقى جا تكنيلة عليك وعلي علمك تاريخ يعني هقوله يا جماعة أقل ما يوصف به إنه راجل هبل وضرب قرقوب بجرعة زيادة ومتنال على عينه وعنده هستكى في المخ ولا دربكة في المخ وسكسكى في الحلامبي وحلولة وحلمبوحة وحلبسة وبلوث وده ما مفيش مرض إلا ورشق في نفوخه يعني هو وكل اللي بيفكر زيه كده كل يناير من كل سنة في 12 يناير يطلعوننا بهذه الأكذوبة أكذوبة الملك شيشنق يعني كل سنة على رأس السنة الأمازيغية يطلعوننا القراقبة الملاعين دول ويعملوننا فيلم هندي على الملك شيشنق مرة يدشنوله تمثال ومرة يقولوا مش عارف إيه ومرة يقولوا إيه وكله كله هبل ونصب ودحكي على التاريخ والتاريخ بريء من كل هذا الهبل والعته اللي هم بيعانوا منه وجدهم القرف قرفونا عليهم وعلى أيامهم السودة بدء زي بدء كده أيها البولهاء اللي مخوكو تعبان لو إحنا أخدنا بما تقولوا إن التاريخ كده حقيقي وفي مدينة تلميسان يبقى ششنق ده ما هواش أصلا ينتمي لكم في حاجة لا ده يبقى أصله مغربي لأن تلميسان أصلاها مغربية ده بداية كده عشان تحط في بقى الجازمة قديمة وتنكتم وتسكت تلميسان تندوف بشار كل ده مغربية الصحراء الشرقية المغربية اللي هترجع قريب برضو إن شاء الله لحضن المملكة المغربية الشريفة الصحراء الشرقية المغربية يعني إذن إنتوا بتتكلموا في حاجة أساسا مش بتاعتكم يعني حتى ما بتجدبوا بتجدبوا كدبة مش بتاعتكم طب تعالوا بقى نتكلم على شيشنق بقى شيشنق ده يا جماعة ينتمي إلى إخواني الأمازيغ في ليبيا إحنا اتفقنا إن الأمازيغ جمل مغرب الشريف وانتشروا في شمال أفريقيا منهم من هو موجود ما زال موجود في المملكة المغربية الشريفة منهم ما هو موجود أو من هو موجود في دولة قرقبيان العظمى القوات ضربة في عمق الزفت لسود الميناء بستين نيلة عليهم وعلى أيامهم جتهم ستين نيلة عرفونا جتهم القرف منهم من هو في تونس منهم من هو في ليبيا منهم من هو في مصر جاي ما قلت لحضراتكم إحنا عندنا ستة وتلاتين ألف أمازيغي مقيمين في مصر في واحد سيوة ويتمتعوا بكل حقوق المواطنة المصرية ومحتفظين بكل عددهم الأمازيغية في المأكل والملبس والمشرب والزواج وا 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 ستة وتلاتين ألف أمازيغي مصري على الرأس والعين أهلنا وإخوانا ومنا هم منا ونحن منهم طيب شيشنق بقى باختصار قصته إيه شيشنق ينتمي إلى أمازيغ ليبيا فرعون مصر في التوقيت ده احتاج عناصر بعد ما هزم الأمازيغ في بعض المواقع المواقع بقى ولا بقولوا عليا إيه آه حرب ضرت بينهم وهزم الأمازيغ وأخذ منهم جزء كبير للجيش المصري وانتقل بعض الأمازيغ من ليبيا إلى العيشة أو الحياة في مصر دخلوا في حياة المصريين آه منهم من اعتنق آه الديانات المصرية ومنهم لدرجة أنهم أصبحوا منهم من هو كبار كهنة معبد آمون في ذلك الوقت احترموا العادات المصرية في وقتها واحترموا التقاليد المصرية واحترموا الديانات أو ديانة آمون اللي كانت موجودة في ذلك الوقت منهم أسرة شايشنق جد شايشنق الخامس ده كان لسه شايشنق ده متولادش يعني ما جايش أصلا جد شايشنق الخامس أسس مدينة اسمها أهناسيا في مصر في صعيد مصر وانطلق آه يعني مدينة أهناسيا انطلق منها آه سلالة آه الأمازيغ اللي هما جداد شايشنق ده انطلقوا منها ووصلوا إلى أن أبوه كان أكبر كاهن في معبد آمون في مصر اقترب شايشنق من السلطة الحاكمة وأصبح آآ له علاقات متفرعة في الجيش وتزوج ابنة الملك باسوسينس اللي هو آخر ملوك الأسرة الواحد وعشرين شايشنق تزوج ابنة الملك باسوسينس آخر ملوك الأسرة الواحد وعشرين في مصر وظل آآ معاه آآ في الجيش وقائد للجيش وواواواوا إلى أن توفى آآ باسوسينس وعن طيب خاطر تولى شايشنق ملك مصر للأسرة الاثنين وعشرين وسع نفوجه وبقى يجيب قريبه الأمازيغ وهنا 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 وأصبح ملك لمصر من في الفترة من عام آآ أقول لحضراتكم من آآ تسعمية وخمسين قبل الميلاد وحتى تسعمية تسع وعشرين قبل الميلاد وانتهاء الأسرة الاثنين وعشرين لا دولة قرقوبيان احتلت مصر ولا شايشنق هزم رمسيس الثالث ولا حاجة من دي خالص ورمسيس الثالث هو مؤسس الأسرة التلاتة وعشرين وبعد ما انتهت الأسرة الاثنين وعشرين اللي كان بيملكها أو ملك فيها شايشنق وشايشنق لهو قرقوبي ولا من دولة القراقبة ولا لعلقة بتلمسان ولا لعلقة بالحدوتة والهابلة اللي هم قالوها واللي بيحاولوا من خلالها يعملوهم تاريخ بالكد والتزوير أسطورة شايشنق دي يا جماعة مع احترامي كامل احترامي لإخواني الأمازيغ الموجودين في دولة قرقوبيان ليس لشايشنق علاقة بهذه البقعة من الأرض وإنما الموضوع باختصار إن شايشنق منحدر من أسرة أمازيغية قدمت من ليبيا وعاشت وزوبة من الأكاذيب اللي بيحاولوا يصنعوا بيها تاريخ زائف لا يواتي الحقيقة في أي شيء كمان الأكذوبة التانية اللي تكلم فيها موضوع قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر وما حدث عاوز يقول إنها كانت عندهم برضو ويعني ما عرفش هم عندهم آهل الكاف ولا عندهم سيدنا نوح ولا عندهم سيدنا آدم ولا أنا ما عرفش يعني هم الله يخرب بيوتهم ده خلاص خلاص يعني هقول إيه بس هقول إيه ربنا يا رايحنا منهم كمان آه ماسينيسيا ولا مش عرف اسمه إيه كان نقوله علي مين آه ماسينيسيا ماسينيسيا وإمبراطورية نوميديا إنتوا مالكوا ما للكلام ده إنتوا مالكوا يعني شيشانك حكم مصر من تسعمائة وخمسين قبل الميلاد لتسعمائة تسعة وعشرين تلاتين أربعين سنة ولا بتايع ولا مش عرف كام يعني عشرين سنة ولا بقت دولة قرقبيان احتلت مصر مئة وعشرين سنة وكان في حاجة انتوا كنتوا موجودين أساسا ده تركيا لما جات ما لقتش حد فرنسا لما جات ما لقتش حد انتوا كنتوا موجودين يعني من قبل الميلاد يا نهاري سود من ايه من انتوا من كل فيلم وغنية شوية من الأتراك وشوية من فرنسا وشوية من أسبانيا وشوية من برتغال احنا هندحك على بعض هتقول لي واحد فيكم بيعرف يتكلم عربي هتقول لي واحد منكو كده بيعرف يتكلم عربي احتلته مصر وشايشانق يعني هقوة المسان جماعة دول خلاص هيجننونا والله هيجنن انتوا مالكوا مال النوميديا ولا نوميديا انتوا مالكوا مالك الكلام ده انتوا كنتوا فين أساسا بقى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام زي ما هو بيقول وسيدنا الخضر كان عندكو والحوت عندكو في كوسانطينا لا حولها ولا قوة الا بالله العليه العظيم والله يا جماعة انا ما هقول ايه تاني هقول ايه تاني هقول ايه تاني ربنا انتقم منهم يعني بيخربوا عقول الناس يعني ده تاريخ ده التاريخ عندنا شاهد تدخل تلاقي اللوحات الجدارية بتحكي بتقول ما انكروش ان شايشنق امازيغي ما انكروش انه حكم مصر ما انكرناش الكلام ده لكن كل حاجة لها ملابسات وكل حاجة لها احداث الموضوع ما جاش كده ما دخلش حربه مع رمسيسي التالت وهزموا وخد حكم مصر واحتلوا الجزائر احتلت مصر مية وعشرين سنة يعني انتوا مرة تقولوا الاهرامات بتاعتكم ومرة تقولوا احنا لبننا الازهر والقاهرة ومرة تقولوا احتلنا مصر مية وعشرين سنة يا اهو في ايه هو في ايه هو انت عقدة المملكة المغربية لوستكو خلاص احتلتوا مين وتحتلوا ايه انا اقول ايه ربنا هيشفي ولا ياخدوا رياحنا جاتهم القرف قرفونا الله خلينا كذبين دول ما رضعين كد يعني والله كل الاطفال ترضع لبن وحليب هم رضعين كد نعصرهم كده ينزلوا كد هقول ايه بنا ينتئم منه يلا كل التعاية والتقدير والاحترام لكم ساعدت بكم ما ساعدت بجودي معكم دعواتي بان يشفل لها كل مريض يتألم معدل قراقبة ولا يحرمنا ابدا من احبابنا رب العالمين تبتم اينما كنتم وطابت اوقاتكم عاشت مصر وعاش المغرب ولا عاش ابدا من عادهما ولا خانهما ودائما ابدا وما حيت اقول ان العروبة ليست دولة انما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن كل التحية والاحترام واشوفكم في كابسولة جديدة ومشهد اخرى لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته